اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد نائب القائد العلى رئيس مجلس الوزراء على الدور الذي تطلع به قوة دفاع البحرين ضمن الجهود الدولية بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والحليفة في حماية حركة الملاحة البحرية الدولية بما يعزز مسار التجارة العالمية وتمنيا سموه لقوة دفاع البحرين التوفيق والنجاح في مهامها في قيادة قوة الواجب المشترك سي تي اف مئة واثنتين وخمسين سموه اعرب عن الاعتزاز بدور قوة دفاع البحرين كراكيزة اساسية في المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الاعلى حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى استقبال سموه بقصر رفاع اليوم سعادة الفريق الروكن دياب بن سقر النعيمي رئيس هيئة الاركان في إطار استلام مملكة البحرين قيادة قوة الواجب المشترك سي تي في مئة واثنين وخمسين والخاص بحفظ الأمن البحري في الخليج العربي حيث قدم إلى سموه جازان عن هذه المهمة وعن المشاركات الخارجية لقوة دفاع البحرين بالتعاون مع القوات المسلحة بالدول الشقيقة والصديقة ودورها في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة واشهد سموه بالمستوى المشرف الذي وصلت إليه الجاهزية القتالية والإدارية لقوات دفاع البحرين بفضل ما تمتلكه من كفاءات بشرية قادرة على التعامل بكل كفاءة وفعالية مع أحدث المنظومات العسكرية مؤكدا دعم مملكة البحرين لكافة المساعي الهادفة إلى ضمان الأمن البحري وتعزيز استقرار المنطقة وتمنيا سموه لقوة دفاع البحرين التوفيق والنجاح من جانبه عرب رئيس هيئة الأركان عن شكره وتقديره لما يوليه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من متابعة ودعم لقوة دفاع البحرين مؤكدا مواصلة بذل الجهود لكل ما من شأنه تحقيق الأهداف المنشودة اشتركوا في القناة